أعوذي بلوني هيطاري جيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بي الوحدة الأول والغلافة الجوية الأتماسفير ونواصل شرح مقاطع هذه الوحدة وهنا اليوم نتناول في هذا المقطع الدورة الفوسفورية فوسفوروس سايكل فوسفوروس سايكل وهنا في الفوسفوروس سايكل نتناول بالتفصيل كيف تحدث هذه الدورة الدورة الفوسفورية هي العملية التي ينتقل فيها الفوسفور من مصدره الرئيسي وهو الصخور من خلال النظم البيئية إلى الكائنات الحيئة إذن المصدر الرئيسي للفوسفور هو الصخور خطوات الدورة الفوسفورية تبدأ الدورة الفوسفورية من قشرة الأرض حيث يوجد الفوسفور في الصخور التعليه تؤدي إلى تحر الفوسفور من الصخور وينتغاله إلى باطن الأرض ويختلط بالتربة والماء النباتات البرية تمتص الفوسفور من الأرض الحيوانات تخصل على الفوسفور بأكلها للنباتات النباتات النباتات المائية والحيوانات أيضا تحصل على الفوسفور من الماء وبهذا يتم إرجاع الفوسفور إلى الأرض بطريقة مختلفة عند موت النباتات يتحر الفوسفور منها عندما تتحلل هذه العملية ترجع الفوسفور إلى الأرض ويختلط مع التربة أو الماء الإنسان الحيوان يرجع الفوسفور إلى الأرض عن طريق المخلفات أو النفايات أو عن طريق النفايات بتحلل النفايات يجد الفوسفور طريقه إلى الماء فخطوات دورة الفوسفور هي الصخور وهو المصدر للفوسفور التربة الماء النباتة الحيوان ويرجع إلى التربة مرة أخرى وفي الشريحة القادمة نلاحظ الرسمة مبسطة الصخور فتفتت الصخور هنا تفتت الصخور بعمل التعرية يجد الفوسفور طريقه إلى التربة أو مباشرة إلى الماء أو بإنجراف التربة أيضا يصل الفوسفور إلى الماء والنباتات تمتص الفوسفور هنا بعملية امتصاص امتصاص الفوسفور من الماء عن طريق النبات والحيوان يأكل وهنا أكل عن طريق الأكل الحيوان يأكل النبات وعند موت الحيوان أو فضلاته يرجع الفوسفور إلى التربة وكذلك بموت النبات أيضا يرجع الفوسفور إلى التربة وهذه عملية بسيطة لمسألة دورة الفوسفور كيف تتم وهنا الصورة بالجانب الأيسر نرى هنا الرياح والأمطار ممكن تسبب في تآكل أو تفتت الصفور فيها الفوسفور وبعد ذلك تختلط بالأمطار وتنزل وإلى أن تصل إلى المياه الجوفية أي السطحية وهنا أيضا الفوسفور الموجود في الزراعة أو الأسمدة أيضا يصل إلى المياه الجوفية ونرى هنا الحيوانات تتقزى على النبات كما ذكرنا في الجانب الأيمن من الصورة وفضلات الحيوانات تجد طريقها إلى التحلل وأيضا النباتات عندما تتحلل هنا تتحلل هذه النباتات أو فضلاتها أو فضلات الحيوانات أو الحيوانات الميتة وبالتالي تعمل هنا تجد طريقها إلى المياه يعني تترشح من التربة إلى الماء وبهذا نصل بنهاية الدور الفوسفورية ونهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى لشرح هذه الوحدة إن شاء الله